معكم زينب فاسيكي كما كتعرفوا حين المغربة كبرنا في الظلام واليوم غضي نشعلو الضوء على تربية الجلسية اللي ما قررهناش الموضوع دي لاد الحلقة هم الأمراض المنقولة جنسياً معنا الدكتور أنس نجاري جينيكولوج نشعل الضوء ديما كنسمعه في هذا الموضوع غير السيدة عطانا شي أمراض أخرى اللي منقولة جنسياً من غيره ما كينش غير السيدة كينت قريباً 31 مرض اللي كتنقل جنسياً وكينثمانية منهم اللي ممكن كنسمعو عليهم بزافة أربعة دي لزينفكسيون بكتيريين يعني بكتيريات هم اللي كيعتوى المنادي وربعة دي لفيروس هاد الفيروس كين مثلاً الفياج كين الهيباتيت الإخباس والبابيلومافيروس الحبيري وشنا فرقة بين MST و EST حيتاش كنسمعوهم دائماً بجوش الفرقة ما بين MST و EST هو أنه MST هي فاش كي يبانو الأعراض عند شخص المصاب بالعدوى MST هو فاش كي يكون الإنسان بوكتور دي لواحد الميكرو اوغانيسم واللي كي ما كي يبانوش فيه الأعراض كين شي أسطورات اللي كنسمعو اليوم أنه إلا سلم تعليش واحد فيه MST غير عاديك ولا كين اللي كي تزاد بيه ولا كين شي طره أخرى دي لتتنقل هذا سيء ميت كين البكتيري اللي كيعي يشوف أميليو أميدي يعني ما غاديش يتدفلوباو نغير في بعضو التعناسولي كين الأمراض الفيروسية يعني الهيباتيت اللي كيتنقلوا عبر الهيبات مع ذلك الوصن إما كتستعملوا واحد الأداحة دي لشي مريض عنده مرض معدي جنسيان ولا عن طريق العلاقات الجنسية لأنه في العلاقات الجنسية كيكون الحتيكاك ما بين أعضاء التناسولية ما تيكونش جروح ولكن هذوك جروح تيكونوا ميكروسكوبية كيكون واحد الاتقاء ما بين الدم دي لالبخطيناق واتش اللي كي يخلي الاتقاء لعدوه أما بتسلم على شي واحده وتمرضها دي لما كيناش هنا نعرفو كتر على السمبتوم دي المريض اللي عندو أمستي ولا إيستي واش بالصح كاي اللي عندو لسنوات ومفرصوش وشنو هي الطريقة باش نعرفو قبل البكتيريين في الغالي بالأعراض كيبانو دغية يعني إما كتكون حريق البولة ولا كيكونوا إفرازات كتكون في موحد الرائحة كاريها ولا كيكون حريق البطن الفيروس ما كيعطيش دي سمبتوم غبيدما الإنسان تكون عندو الفيروس ولكن ما كيديبلوبيش دي سمبتوم بعد واحد خمس سنين ولا عشر سنين يبانو دريجة تولال يبانو في أعداء الجنسية هو ماشي خاطر عند الرجل ولكن عند السيدة إلا تصابت بالفيروس أبخي واحد المدة يقدر يبان فيها السرطان دي العنق الرحيم هنا غدينش دو الضرورة دي الودي بيستاج ولا تشخيص المبكير الودي بيستاج دي الودي بياش كي دار فابور في جمعية محاربة السيدة يعني الالساس هدك التست غبيد كي دار غير باش نعرفو واش كين احتمال الإصابة بالفيروس نماشي تشخيص مبكير ولكن سان تست دو غيونتاتي خصو يدير لزي بيستاج إلا شك فأنا يقدر يكون مصاب ولكن خصو يتنع على الأقل واحد شهرونس من بعد آخر علاقة جنسية اللي شك فيها بما بالنسبة للبكتيري ففي الغاليب أبخي واحد 1 سمان ولا 15 اليوم تبانو الأعراض مصاب بالأمستي ولا الإيستي مثلا مشا رجع الضر وعرف راسوب اللي رائع في الأمستي والإيستي ما يقدش يقولها الماما ما يقدش يقولها واقل البختون يغذيها له وصحابه قد يخسرتها الخدمة دياله ولا يقدر يخسر حياته كاملة كيفاش نكونوا إحنا كاملين واحد السند ونحيدوا هاد الخرافة وهاد الكراهية وهاد العدوان إنهم محتاجين السند زيستي ولا الإيستي هم أمارات بحل قاعد الأمارات أي واحد يقدر تصبيهم ما عندولا علاقة لابن بيول جنسي واش فاقير ولا غاني واش قاري ولا ما قاريش ممكن لك تكون مجوّج ولا في علاقة وعندك مستير كيستي طبيعة العائل وقدر تعيش معها بطريقة عادية يعني واحتى هاد القادي ديالانه هو يعني كان نبدو الإنسان اللي كيكون مريد كيخلي أنه واخي يكون عندو أنك بوختمو أغيس كما غادش يمشي يقلب على راسول ولا يدير تشخيص وإلا ما عارش راسول بأنه مريد غاد يبقى ينقل العدوى في المجتمع بالعكس سنقفو معاه ونعاونه ونخليه أنه يعيش في المجتمع بصرفها عادية كان شي طريقة ديال حيدو هاد الأمستي والإستي ولا شي حاجة اللي ممكن ننعيشو بيها ونموتو بيها الأمراض البكتيرية عندو 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 الدوى ديالون كي حيدوهم كي حيدوهم الانتيبيوتيك 100% بالنسبة للفيروس لحد الساعة ما كانش دعمها واحد دوى كوراتيف يعني كيداوي كان حاولونا نقصو لشارج فيغال واحد لنبوو ليقدر الإنسان يعيش بحلو بحلو واحد إنسان عادي حتى بالنسبة للنساء الحوامل فاشكنها بطولة شارج فيغال ديال الفيروس راما كتكونش انتخونسنسيون ما بينها ما بين الجانين ديالا بالنسبة للأش بي في وزارة الصحارة دارت واحد البرنامج ديال تلقيح سان فاكسان بحلو بحل اللي كان ديرو فاشكن كونه صغار دكتور شنو ما النصائح ديالك للشباب والشابات اللي فرحانين عندو مدبو حد الحياة الجنسية بدوها شنو ما جوجت لجات الحاجات اللي قد تقول عليهم؟ أول حاجة تستعمل على كابوتة دي مهمة العلاقة الجنسية ماشي الوحيدة اللي كتخلي العدوى كي يدونو زيخ أدوات المقص ديالك بانشور أي حاجة أي حاجة حادة يعني تكون ديالسوغنك بالنسبة للرجال الغزواغ هدو هدو كلهم خلصوا يكونوا دي ما تيمكنوا أدوات پيرسونيل الثاني حاجة هو تشخيص المبكير هالشي يخصنا نتكلمو عليه كتر لعما ما يبقاش كي يحصدر صوح شوما ولا منبود لأنه يجب أفصحته ويجب أفصحته ويجب أفصحته ويجب أفصحت الآخرين دكتور آناس هدنات علمنا معك باللي المستي ولي المستي هي أمراض من قدونا كاملين تعرضوا لها وبليلي سامتوم خيبان وعادين بحل الحبوب والتولاد راي قدو يكونوا كي يشكلوا واحد السامتوم ديال أمراض من قولها جنسيا الدو كاين خصا نحيدوا الحشمة وما تنسوش رايح أحسن صديق ديالنا هو الكابوت حتى نتوما إلا بغتوا تعاونونا باش نزيدوا ونشعلوا الدو في هذا الموضوع ما تنسوش تلايكيو وتبرتاجيو وأنا أعطيكم هاد ليليا هاد الكتوبة هادو باش تزيدوا وتقرؤوا على هاد الموضوع وما ننسوش الجنس زوين نعيشوا الحياة ولكن المرض كاين ممكن نبقاوا على بعد نشعل الدو